إزاي اللي الطالبة تستعد لهذه الفترة؟ طيب الأول حضراتكوا تكلمتوا عن موضوع القلق عايزين نقول إن القلق ده حاجة طبيعية بس في إطارها المعقول يعني لو الطالب هيقلق في الإطار المعتاد للمعقول ده كويس جدا ومطلوب علشان يقدر ينجز في الامتحانات ويقدر يحصل ويقدر يتفوق لكن هي المشكلة لو قلل القلق عن المعدل الطبيعي أو لو زاد عن المعدل الطبيعي لو قل طبعا الطالب ما بيبقاش عنده حماس ولا دفعية أنه هو يذاكر ولا يكتهد ولا أي حاجة خالص يعني بيهمل المذاكرة وزي ما حضراتك قلت كده ممكن يأجل بقى ما يذاكرش لأيام الامتحانات أو قبل الامتحانات بفترة بسيطة ولو زاد القلق عن الحد المعتدل بيخلي الطالب مش قادر يركز ممكن يقعد على الكتاب 24 ساعة لكن ما يطلعش منه بأي معلومة لأنه مش قادر يركز فيه المحتوى اللي هو بيذاكره فإحنا عايزين الأسرة والطالب يحفظوا على قدر معتدل من القلق بحيث أن القدر المعتدل ده يخلي الطالب متحفز دائما ويقدر أنه هو يبدأ يذاكر اللي احنا بنسميها بقى بمصطلح تاني عايزين الطالب يبقى عنده ثبات فعالي يبقى الآن ألق بسيط كده اللي هو يخليه يشتغل ويذاكر لكن ما يبقاش أوفر في الألق وفي التوتر ويسيطر على هدوءه وعلى تركيزه يعني دلوقتي احنا خلاص في العد التنازل للمتحنات السنوية العامة ودلوقتي شغال المتحنات المرحلة الإعدادية فخلاص احنا دلوقتي في مرحلة بقى أن احنا لازم نتخذ قرارات هتبقى صعبة شوية ما بقاش ينفع دلوقتي أن الطالب يقول أنا هزاكر في اليوم أربع ساعات أو ست ساعات أو سبع ساعات أو حتى تمن ساعات تحديد الفترة المذاكرة بساعات ما عادش ينفع دلوقتي إنما دلوقتي لازم موضوعات أنا بقسم الفترة اللي بقية دي على الموضوعات اللي عمدي والكتب اللي أنا هزاكرها يبقى أنا النهاردة مطلوب مني أن أنا أخلص مثلا ولياكم كتاب لأننا حدلوقتي بنتكلم في مراجعة مش مذاكرة فأقدر أخلص كتاب عادي في اليوم لو أنا هخلص كتاب مثلا أو نص كتاب مثلا فصلين ثلاثة مثلا يبقى لازم يخلصوا خدوا مثلا ثمان ساعات عشر ساعات زي ما ياخدوا بقى بس لازم يخلصوا المخ قادر على إنه هو يعمل كده مخنا قادر إنه هو يعمل كده مش حاجة صعبة عليه ولا حاجة خاصة أننا نحن دلوقتي بنتكلم في مراجعة يعني أنت ذاكرت الحاجة دي قبل كده بس أهم حاجة وإحنا بنذاكر اللي إحنا هنذاكره ده ما يبقاش للوقت كله على بعضه أنا دايما بقول لأبناءنا الطلاب ابتعد عن الكتل الكبيرة في حاجتين في الأكل وفي الوقت يعني لما أجي أكل مثلا ما كلشي ثلاث مرات في اليوم زي بقيت الناس دلوقتي يعني لأ أنت دلوقتي طالب ومحتاج زهنك علشان تذاكر فأنت توزع الوجبات بتاعتك أو الأكل بتاعتك في اليوم على ست مرات وكل مرة ما تاكلشي كميات كبيرة تاكل كميات صغيرة ليه علشان المعدة ما تاخدشي كمية كبيرة من الدم ويفضل دايما المخ واصله دم علشان يقدر يشتغل معك كويس يبقى بعيدنا كده عن الكتل الكبيرة في الوقت ما كلشي كميات كبيرة ومشبعش قوي ومجوعش قوي الكتل الكبيرة برضو في الوقت ما ينفعش أخد خمس ساعات على بعض كده مذاكرة أو ثلاث ساعات على بعض مذاكرة ما ينفعش أنا هحصل لكن تحصيلي ده اللي أنا ذكرته في ثلاث ساعات متصلة لو أنا قسمت الثلاث ساعات دول أو فصلت الثلاث ساعات دول لا هيبقى التأثير مضاعف وهيبقى التركيز مضاعف فأنا ممكن أذاكر خمسين دقيقة وافصل بعشر دقايق أعمل بهم أعمل في العشر دقايق دول أي نشاط تاني ولازم يكون نشاط تاني يعني فيه برضو بعض الطلاب بياخدوا مننا النصيحة بس مش بيطبقوها كويس فيروح قاعد على المكتب يذاكر خمسين دقيقة وبعدين يقعد كده عشر دقايق ساكت يعني ما بيذاكرش بس بيفكر في اللي ذكره احنا كده ما عملناش حاجة لأ انت لازم تفصل تماما عن المذاكرة تشغل زهنك ده بحاجة تانية بلاعب بلاعب مثلا ممكن يلعب رياضة ممكن يلعب بعض التمرينات الرياضية الخفيفة هيستفيد منها في انها هتنشط برضو الدولة الرياضية لا قصد مثلا ممكن يمسك الموبايل مثلا شوية سوشيال ميديا يلعبين شوف حضرتك السوشيال ميديا دي هو لو منعناه عنها بشكل كامل هتعمله تشتت وهيبقى دايما مشغول بيها هو بيذاكر فما فيش مانع برضو في الفترات الراحة دي ان هو ممكن يتصفح السوشيال ميديا بس مايكترش من الموضوع ده اول لان اصلا بترهق الجسم والعين والزهن يعني فحاجة بسيطة لكن اهم حاجة بنركز عليها في فترات الراحة انه يعمل نشاط تاني انه هو يعمل تمرينات رياضية يتكلم مع الاسرة في موضوعات اخرى مختلفة خالص عن المذاكرة مايفكرش اطلاقا في اللي ذكره فايدة الفصل ده ايه بقى احنا بنتخيل ان الزهن كده فصل عن المادة لا هو ما فصلش بالزبط كده اللي بيحصل انه بيعيد ترتيب وتنظيم المعلومات اللي دخلت له في الخمسين دي اللي انت كنت شغل فيهم دول وترتبهم والاحتفاظ بيهم في الزاكرة طويلة المدى وهكذا يعني الدماغ شغال فلما بتيجي ترجع تاني بتكون المعلومات ده خلاص بتتبقى تسابتة تبدأ تذكر اللي بعد كده فبتدخل للمخ كميات بسيطة من المعلومات في كل مرة بيقدر ينظامها وبيقدر يتعامل معها كويس جدا ويخزنها فبتستفيد لكل هذه المعلومات بتحتفظ بها كلها مش بتفقد منها حاجة لكن لو قعدت تلات ساعات على بعض بتدخل كمية كبيرة بيقع منها حاجات كتيرة جدا بتلاقي نفسك زاكرت كتير لكن ما حصلتش إلا حاجات بسيطة جدا ترجمة نانسي قنقر